سارع مختصون اقتصاديون لدحض محاولات حكومية بتمرير إنجاز مزيف ونصر وهمي بعد تقرير أصدره صندوق النقد الدولي قال فيه إن العراق سيحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي في العام 2021 بواقع 3.16% الخبراء وكدوا أن المغاشرات التي استند إليها الصندوق بشأن العراق جاءت بعد قياس الأداء الخجول مقارنة بعام 2020 والذي شهدت فيه البلاد تراجعا كبيرا إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% وبالتالي فإن مستوى الناتج الوطني عام 2021 سيبقى دون مستوى المطلوب وعد ذلك فإن مصدر النمو المتوقع هذا العام سببه تحسن أسعار النفط وليس تطوير القطاعات الانتاجية غير النفطية وزير الصناعة منهى العزيز الخباز اعترف بأن 80% من مصانع العراق إما عاطلة وإما خاسرة في حين يقف القطاع الخاص عاجزا عن الانتاج أمام السلع المستوردة الرخيصة الثمن والرديئة المنشأ مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق الذي يضم تحالفا دوليا منبثقا من مجموعة الدول الصناعية السابع والاتحاد الأوروبي فضلا عن البنك الدولي حذرت من تلكئ تنفيذ برنامج وبرامج الإصلاح المالي الذي تعادت به حكومة الكاظمي وفق ورقتها البيضاء وأكدت أن عدم خلق فرص عمل مستدامة لفئة الشباب وتنويع مصادر الإيرادات خارجها نطاق الإيراد النفطي سيفاقم من معدلات الفقر والبطالة وسيزيد منها شاشة أوضاع البلاد لجنة الخدمات النيابية أكدت بدورها استمرار مشكلة المشاريع المتلكئة التي تخص قطاعات حيوية مهمة منها الصحة والمياه والكهرباء عازية السبب إلى تفشي الفساد الذي أدى إلى تلكئ تنفيذها فضلا عن الهدر الكبير بالمال العام الذي بلغ أكثر من 300 مليار دينار من جراء صفقات وحيلة إلى شركات عاجزة وأخرى وهمية وفق نظام المحسوبية أرقام وأحصائيات وصفت بالكارثية باتت تؤكد أن لا مستقبل صناعية وزراعية يمكن أن ينتشل العراق من واقعه البائس ويفك عنه قيد الارتهان سياسياً واقتصادياً لدول إقليمية ودولية